هناك فرصة أخرى الآن إننا خلاص بعد من 2016 مجربين طريقة معينة في الإصلاح أصبحنا مدركين إن السياسات السابقة لم تنجح أظن إن دي فرصة مهمة جدا إنك خلاص أدركت إنه هذه السياسات من 2016 لم تنجح فعليك أن تجرب سياسات أخرى مش هترجع بقى تجرب نفس السياسات لأنك لن هتصل لنفس النتائج فبالتالي لازم نفكر فيه سياسات أخرى عشان ما ندخلش نفس التجربة ونفس الدائرة المفرغة من جديد تعويم شهادات رفع سعر فايدة ونلف تعويم شهادات رفع سعر فايدة تعويم شهادات فيه هنا حلقة نقصة فالفرصة إن إحنا خلاص أدركنا إن اللي فات ما كانش مظبوط لابد من إعادة التفكير فيه سياسات جديدة ترجمة نانسي قنقر